الى افترضنا بانك بغيتي واحد الصورة تقافشة في واحد القياس ديال ما بين 20 بيكسل و 1400 بيكسل في العرض والحجم ديالها وهو file size يتأدبط مع نوع الجهاز اللي خدام به ولجام النزائر ديال موقع ديالك وهذا مثال حي للنتيجة اللي بغن نوصله لها نشوفوا النتيجة اللي بغن نوصله لها بالتفصيل سوف نمشي هنا و سنسلكسونها ال responsive من بعد عندي هنا العرض 150 بيكسل نعرف بشي لاباش ديالي الليماج اللي اعطاني هي W200 وللويد ديالها 200 وفيها الفايل سايز هي 5.3 كيلو بايت و ستشوفوا انه سنكبر في العرض ديال هاد الاباش ديالي وبأنه سيديدليفري لي احد ليماج و احد اخر يعني الفايل سايز سنكبر سنكبر نكبر نزيد نكبر ونعود نكبر وصل ال الف و عمية دونك بدام الليماج اللي هي ميتين وفي الأخير أعطني هاد ال الف و عمية يعني وخ Kollege عندي هنا يتسميات пيكسل وهي 200 ويوجدها 5.3 كيلو بارت إذا أردت كمثال الـ 1400 وأعطيت الشيطة سأعطيني هذه الإيماج الـ 1400 التي فيها 2.1 كيلو بارت وفي المتصفح أعطيته أحد الإيماج سأعطيها 250 وسأعطي الشيطة وسأعطي الشيطة وهذه هم الصور الخاصة نوجده المتصفح وهذه الوحدة منهم على حساب الـ Dimensions والـ Pixel Density للجهاز الزائر الموقع هذه الصور التي نضعهم ونضعهم في الـ SRC Set في الطاق IMG ونضعهم المتصفح وهو يعزل أجل من صورة خاصة أفشال الزائر للموقع على حساب الجهاز الذي يأتي منه هذه الصور نضعهم انطلاقاً واحد صورة رئيسية التي تكون فيها وحدة الـ Dimensions عرض وطول نرسيزيوها ونأكسبورتوها في مجموعة القياسات التي تسمى Responsive Image Breakpoints Responsive Image هي صورة رئيسية والصورة الرئيسية لنا في الحالة وBreakpoints هي مجموعة الصور في Dimensions مختلفة سنعطيها المتصفح وهو زل لـ Adaptive للزائر الـ Breakpoint الأول في الحالة هي الصورة 1500 بيكسل الثانية 1320 بيكسل ثالثة 1098 بيكسل الرابعة 878 الخامسة 618 بيكسل والأخرى 200 بيكسل ترجمة نانسي قنقر